في الأمور ذات الصلاة كما يتطلب التزاماً دولياً وإرادة سياسية حقيقية لدى الجميع للقضاء على ما تبقى من فلول الأرهابيين بشكل كامل وإنهاء تواجد القوات الأجنبية غير الشرعية فوق الأراضي السورية والتوقف عن عرقلة الجهود الصادقة التي تبذلها الحكومة السورية بالتعاون مع حلفائها للوصول إلى الحل السياسي المنشود ولابد لنا بعد مرور ما يقارب الثماني سنوات من هذه الحرب القذرة غير المسبوقة التي فرضت على بلاد سوريا لابد من التوقف عند مفارقة عجيبة لدى بعض الدول تتمثل في تعارض واضح بين أقوالهم وأفعالهم حالهم في ذلك حال المثل الإيطالي القائل وأقتبس بين القول والفعل يتوسط البحر انتهى الاقتباس فكيف تتسق أقوال هذه الدول بضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها وبأن الحال يجب أن يكون سوريا سوريا وبقيادة سوريا دون أي تدخل خارجي كيف يتسق هذا مع أفعالها لا سيما لجهة عدوانها العسكر المباشر على سوريا وغزوها لأجزاء منها ودعمها للمجموعات الإرهابية المسلحة وإنشائها لمجموعات سياسية لا هدف لها سوى عرقلة الحل السوري السوري وفرض الوصفات المسبقة التي ثبت فشلها ومحاولاتها البائسة لرسم مشهد صدامي وتوزيع جديد للأدوار بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة عبر تأليب دولها ضد بعضها البعض خدمة لمشروع إسرائيل وحلفائها لاغتيال القضية الفلسطينية هذا ناهيك عن محاولتها إطفاء صفة المعارضة السورية على الإرهابيين الأجانب الذين جلبوهم من بقاع الأرض الأربع واسمحوا لي هنا طالما أننا نتحدث عن المعارضة المعتدلة أن أعرفكم ببعض وجهاء هذه المعارضة المسلحة السورية المعتدلة بعد أن تم تعديل هؤلاء الوجهاء وراثيا في مختبرات أجهزة استخبارات دول معروفة راعية لهم ليصبحوا معارضة سورية هؤلاء الوجهاء أيها السادة هم طبعا هذا أنا أذكر البعض منهم أبو عمر الشيشاني أبو المقداد التركي أبو مصعب السعودي أبو صهيب الليبي أبو جون البريطاني وأبو محمد التونسي وأبو هريرة الأمريكي هذا أحلى اسم وأبو معاذ التركيستاني وأبو حفصة المصري وأبو عبد الرحمن الكندي وأبو عبد الله الأردني وأبو طلحة الكويتي وأبو مراء الفرنسي وأبو عود البلجيكي وأبو الوليد الأسترالي وعبد الحق جند الله الإيغوري والمفتي الشرعي لجبهة النصر الإرهابي عبد الله المحيسني وهو سعودي هؤلاء هم وجهاء وقادة المعارضة السورية المسلحة المعتدل أيها السادة إن استمرار النفاق السياسي وتحت قبة مجلس الأمن إنما يفضح النوايا الحقيقية لسياسات الدول التي زجت بكل إمكانياتها العسكرية والإعلامية والسياسية على مدى ثماني سنوات تم خلالها الإمعان في دعم الإرهاب والاستثمار فيه في تناقض أخلاقي صارخ مع كل القرارات التي قام باعتمادها هذا المجلس وأدت إلى كوارث لا يمكن تعدادها وحصرها طالت الأبرياء من أبناء الشعب السوري السيد الرئيس نحن حرصون كل الحرص على أن ترى لجنة مناقشة الدستور الحالي المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتي أن ترى النور في أقرب وقت ممكن وتذكرون أن الدولة السورية كانت أول من سلم قائمة الأعضاء المدعومين فيها ويشهد على ذلك السيد المبعوث الخاص وأن الدولة السورية انخرطت بجدية كاملة مع حلفائها للتغلب على العراقيل التي فرضتها بعض الأطراف لتعطيل تشكيلها وحرفها عن مسارها الصحيح والهدف المنشود منها وبالتالي لا يمكن لأحد أن يشكك في دعم الحكومة السورية لهذه العملية أو في التزامها بمخرجات مؤتمر سوتي فنحن كنا ولا نزال نرحب بدور المبعوث الخاص كميسر لأعمال لجنة مناقشة الدستور إلا أننا نؤكد من جديد على أنه لا يمكن لأي كان أن ينصب نفسه طرفا ثالثا في هذه العملية وذلك انسجاما مع ميثاق ومبادئ عمل الأمم المتحدة من حيث الحياد والنزاهة وعدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لأي دولة عضو هكذا ارتأى الآباء المؤسسون لهذه المنظمة الدولية التي شاركنا في تأسيسها في العام 1945 كما نؤكد من جديد على أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون بأنفسهم دون أي تدخل خارجي ولا يجوز فرض أي شروط أو استنتاجات مسبقة بشأن عمل اللجنة والتوصيات التي يمكن أن تخرج بها فاللجنة سيدة نفسها وهي التي تقرر ما سيصدر عنها وليس أي دولة أو طرف آخر ولا يجوز فرض أي مهل أو جداول زمنية مصطنعة فيما يخص عمل اللجنة لأن ذلك سيكون له نتائج عكسية حيث أن الدستور سيحدد مستقبل سوريا لأجيال قادمة خداما سيد الرئيس إن بلاد سوريا كانت ولا تزال جادة في العمل لتحقيق الحل السياسي عبر حوار سوري سوري وبقيادة سورية دون تدخل خارجي على أن تتصدر مكافحة الإرهاب الأولوية في كافة مراحل وتطورات العملية السياسية إن جميع السوريين شرفاء مدعوون إلى المشاركة في هذه العملية السياسية على أسس وطنية للمضي قدما في إعادة بناء ما دمره الأرهاب والتي بدأت على أرض الواقع عمليا بهمة السوريين المخلصين لوطنهم والسعي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى بيوتهم ونحن على ثقة بأن السوريين جميعا سيضعون نصب أعينهم حقيقة أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سوريا وعبر عملية سياسية ذات مصداقية تحت سقف الوطن تحت سقف الوطن لا تحت سقف إسطنبول ولا تحت سقف الدوحة ولا تحت سقف الرياض ولا تحت سقف واشنطن تحت سقف الوطن السوري وذلك انطلاقا من قاعدة أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون بأنفسهم فقط شكرا سيد الرئيس شكرا سيد الرئيس شكرا سيد الرئيس شكرا سيد الرئيس